اشتركوا في القناة طبعا في مباراة مبارح فاز الاهلي وتخطى مرحلة وعقبة الداخلية وفي الطريق الى مواجهة المصري تحت قيادة فنية جديدة مع كابتن علي ماهر مباراة يوم الخميس القادم هنتكلم عن مشوار الاهلي في الكاسة كان عندي نقطتين مهمين ابدأ بيهم حلقة النهاردة مع حضراتكم واحد البطولة العربية اللي كانت فرصة نتعرف فيها على شكل الكرة الخليجية او تطور اللي حصل على شكل الكرة الخليجية في الفترة خيرة وخصوصا للكرة السعودية يعني طبعا شفنا موسم انتقالات تاريخي وشفنا اسماء كبيرة جدا بتيجي الاول مرة تلعب في المنطقة العربية مش جديد على الاندية الخليجية والاندية القطرية والسعودية والاماراتية حتى ان هما يستقطبوا نجوم كبيرة او نجوم كانت بتلعب في اوروبا لكن بهذا الكام وبهذه النوعية وبهذا القدر الكبير جدا من التعقدات ما كانش حاصل قبل كده عشان كده كان مهم جدا نبص او انا شخصيا يعني اهتمت ان انا تابع البطولة العربية من واقع متابعة الى اين وصلت الاندية السعودية وخصوصا بعد الصفقات الكبيرة جدا اللي بدأها كريستيانو رونالدو طبعا بانتقاله للنصر واعتقد انه انتقال كريستيانو في حد ذاته كان معبر كان كبري بس كبري من نوع تاني كان السبب الرئيسي في فتح الباب لنجوم كتيرة جدا من اوروبا زي مثلا كريم بن زيمة زي روبيرتو فرمينيو زي ساديو مانيق رغم من الصفقة لم تتم حتى اللحظة بس فيه كلام كتير جدا انه الصفقة في الروتوشة الاخيرة زي نقوله كانت زي كتير من النجوم اللي انتقلوا زي كوليبالي اللي شوفناه نبرح مع الهلال السعودي وغيرهم غيرهم اسماء كتير يعني وفي الطريق الحقيقة وطبعا رياض محرز نجم طبعا ليستر ونجم من سيتي قال فائز ببطولة دوري عبطال اوروبا والفائز ببطولة البريميليك فانت بتتكلم على اسماء من العارة تقيل منهم اللي ممكن يكون قراب يخلص صحيح ويمكن ما يكونش فيه افضل فترات او مراحل عطاقه لكن في النهاية ما تقداش تنكر ان فيه خبرات كبيرة جدا وفيه فوارق كبيرة جدا فيه المستوى بين الكرة في اوروبا وكرة اي حتى تانية في العالم ده يحصل في اسيا ده يحصل في افريقيا ده حتى ينطبق على امريكا اللاتينية لكن اللي شوفته لغاية دلوقتي بصراحة يعني ما هواش بالشيء المبهر يعني مبارحنا تبعت مباراة بين الهلال والسد الهلال اللي بيلعب على ارضه في وسط جمهوره والسد القطري اللي هو يعتبر واحد من اكبر الاندية القطرية والحقيقة انه رغم الصفقات اللي معارض تقيل لكن السد الحقيقة كان عكتر من ند بل انه استطاع انه يتفوق على الهلال حتى ولو في الثواني واللحظات الاخيرة من المباراة الاتحاد ماشي كويس وبنزيمة بيقود الاتحاد لتاني فوز او لتحقيق تاني مكسب ليه بعد ما فازن بارح بنتيجة واحد صفر لكن هل تشعر ان فيه طفرة رهيبة هل تشعر ان فيه فوارق فنية في تقدير يعني ان الاتحاد كان يقدر يعمل ده بدون بنزيمة بوجود بنزيمة او بدون وجوده طبعا غاب نقوله كانت عن المباراة لكن نقصد اقوله انه مكادش الصفقات دي بمثابة الاضافة اللي تحس انها احداثة فارق كبير او وسعت الجاب او وسعت الفجوة بين الاندية السعودية ومثيلاتها العربية يعني سوف كنا نتكلم على اندية الخليجية او حتى بنتكلم على الاندية الشمال افريقية لكن يمكن تكون التجربة في البداية ويمكن الفارق يحتاج وقت شوية عشان البصمة تباني هنتكلم في ده النهاردة مع حضراتكم وعيني دايما على اتحاد جد اتحاد جده اللي من الوارد جدا يكون في مواجهة مع الاهلي في بطولة كاس العالم للاندية المقبلة ان شاء الله اللي هتصدفها برضو بالمناسبة المملكة العربية السعودية الجزء التاني الحقيقي هتكلم فيه عن بطولة مستحدثة بطولة خصينا احنا كمصريين وهي بطولة السوبر المصري في شكلها الجديد قبل ما ادخل في تفاصيلها واعرف حضراتكم نظامها ونتكلم اكتر في مين هيشارك فيه او مين ليه حق ان هو يشارك فيها حسب قواعد ونظام البطولة خلينا نروح لفاصل ونرجع نتابع اخبارنا ونروح تمرنت الاهلي ونستقبل ضفنا النهاردة كابتن عبدالله جلال في السادس فاصل ونرجع لحضراتكم هبدأ مع حضراتكم بالسوبر المصري للابطال السوبر او بطولة السوبر اتعودنا دايما انها بتكون مواجهة بين فرقتين بين بطل الدوري وبطل الكاس في شكلها الجديد وده بعد ما اعلن اتحاد الكرة المصري وشركة بريزنتيشن عن تجديد الشراكة مع مجلس ابو ظبي نتكلم على 6 نسخ قبل كده لبطولة السوبر اقيمت في الامارات وتم تجديد الشراكة عشان يستمر العرض في ابو ظبي لمدة 4 نسخ قادمة نتكلم على شكل جديد للبطولة وعلى قواعد جديدة تدي الاحقية لفرق في المشاركة في النسخة الجديدة او في الشكل الجديد اللي كانت مقتصرة على بطل دوري وبطل كاس هتصبح النسخة الجديدة او الشكل الجديد لبطولة السوبر المصري الابطال بمشاركة اربع فرق وطبعا حقيقة يمكن يعني اعتقد انه خلينا متفقين انه الصورة اللي ظهر عليها السوبر المصري في السنوات الاخيرة كانت صورة مبهجة وكانت مباراة احتفالية بصرف النظر عن مين ممكن يكونوا اطرافها لكن على المستوى التنظيمي على المستوى البس التلفزيوني على مستوى الحضور الجماهيري الحقيقة بيبقى كارنفال افتقدناه لسنين طويلة جدا واعتقد انه الامارات قدمت الحقيقة نسخة او نسخ رائعة من البطولة نتمنى ان شاء الله طبعا وكلنا ثقة في اشقاءنا الاماراتيين الحقيقة لما بيصدفوا اي حدث رياضي ومجلس ابو ظبي رياضي الحقيقة بيكون على قدر عالي جدا من الحرفية والحقيقة بيقدم القصة كلها من بدايتها لاخرها لنهايتها بشكل اكتر من رائع طيب الحقيقة سيد حامد العوني الامين العام المجلس ابو ظبي رياضي قال انه واحد من اهم البطولات اللي احنا حارسين جدا على تنظيمها واستضافتها هي بطولة السوبا المصري وخصوصا بعد ما دخلت فيه شكل او فيه موديل جديد يمكن اتطبق وشوفنا احنا ناس اتفرق على دوريات او على بطولات كتير في الدور الاوروبية شافوا انه حتى السوبا الاسباني مثلا اللي تم استضافته في السعودية بقى برضو بمشاركة اربع فرق فوضح انه الموديل الجديد لبطولته السوبر هيتخطى فكرة البطل الدوري او مواجهة بطل الدوري مع بطل الكاس طيب مين اللي يحق لي المشاركة فيه البطولة زي ما بتقول او زي ما تم تحديد نظام البطولة دي واحد بطل الدوري المصري اتنين بطل الكاس ثلاثة بطل كاس الربطة المصرية ومعهم وصيف الدوري تمام في حال حقق بطل الدوري بطولة الكاس يشارك وصيف الكاس معاه وفي حال حقق بطل الكاس بطولة كاس او لقب كاس الربطة يشارك معاه ايضا وصيف الكاس في حال تكرار نفس الفرق في البطولة بالطريقة اللي تم ذكرها يشارك تالت الدوري على المعايير دي حساباتي كانت كلاتي بما انه همتكلم عن نسخة اللي جاية من البطولة فبالتالي ملناش علاقة بكاس مصر اللي الاهلي فاس فيه عدد دخلها مبارح وهيقابل المصري فيه يوم الخميس اللي جاي البطولة دي هتستمر للموسم اللي جاي وبالتالي بطل آخر نسخة لكاس مصر هو النادي الاهلي طيب بطل الدوري الحالي هو النادي الاهلي وصيف الدوري وصيف الكاس هو نادي بيراملز بطل كاس الربطة هو سيراميكا كليوباتر طيب دول التلات بطولات اللي تلعبوا او اللي خلصوا الموسم ده يبقى الاهلي طبيعي جدا هيشارك بصفته بطل الدوري وطبيعي جدا يكون معاه بيراملز وصيف كاس او وصيف دوري وسيراميكا ليه طبعا حقية التأهل بشكل مباشر يبقى كبطل لكاس الربطة يبقى ده تالت الفرق اللي هتشارك في البطولة الرابع فرق اللي مفترض انها تشارك في البطولة على حسب النظام اللي قلته لحضراتكم دولتي هو فيوتشر اعتقد كده يعني فيوتشر هو المفترض انه يشارك في النسخة اللي جاية من بطولة كاس السوبر للابطار على كل احوال هنشوف طبعا وانتبع مع حضراتكم بتدخل حسابات كتيرة جدا حسابات جماهيرية طبعا اي قائم على تنظيم بطولة يهم جدا نجاحها على المستوى الجماهيري ده معناه اكتر عقود رعاية اكبر معناه اكتر حقوق بس تليفزيوني اكبر يعني طبعا قصة حسابات وقصة بيزنس في الاول والاخر لكن نتمنى ان شاء الله البطولة في شكلها الجديد يكون على رغم ان احنا مش في حاجة خالص عدد مباريات زيادة كده مفترض بدل ما هتلعب المباراة دي او اللقب ده او البطولة دي من مباراة واحدة هتلعب فيها على اقل ثلاث مباراة لكن في جميع الاحوال نتمنى التوفيق طبعا لاشقاءنا فيها الامارات اللي هيقوم على تنظيم الشكل الجديد لبطولة لمدة اربع مواسم قضية من النهاردة الاهلي بيبدأ رحلة استعداده لمواجهة المصر ان شاء الله اللي هيكون تحت قيادة فنية جديدة بتتولى المسئولية هي طبعا قيادة الفنية لكابتن علي مهر يمكن كان فيه مباراة قريب جدا اخر محطة للاهلي فيه بطولة الدولي كانت في مواجهة المصري وبالتالي اوراق الفرقتين مكشوفة بشكل كبير المتغير الوحيد هو المدير الفني للنادي المصري اللي هو كابتن علي مهر واللي طبعا شفناه اعتقد مرحلة كانت نجحة واثبت نفسه كواحد من المدير الفنيين المميزين مع فيوتشر لكن مع المصري قصة غير بداية مشوار يهمه بشكل كبير جدا انه يحافظ على امل فريقه فيه البطولة يهمه جدا في مواجهة اللي هيدي الاهلي انه يقول انه مدير فني وانه تجربة فيوتشر ما كانتش استثناء يهمه جدا 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 يقدم اوراق اعتماده اللي جمهير الكرة فيه بورسعيد نتمنى التوفيق طبعا لفرقتنا واعتقد انه مباراة هتكون صعبة جدا سيناريو هيكون مختلف تماما تماما عن مباراة الدوري او ختام الدوري المصري في الموسم الحالي طيب مين ممكن يكون برا الحسابات واحد طبعا انت بتتكلم على انه عبد المنعم وياسر ابراهيم انا في تقديري انه فرصهم ممكن تكون يعني ضعيف عبد المنعم اعتقد فيه يعني كارتة احمر فيه نهائي الكاس اعتقد هيمنعه من المشاركة فيه اللي قف كان ثلاث ماتشاط فبالتالي عبد المنعم برا الحسابات ياسر يمكن بيعاني من اجهاد شوية فيه العضلة الخلفية ومحمد شريف موقف اصابته يمكن يكون بشكل كبير جدا يخليه برر برضو الحسابات فيه مباراة المصري لكن في جميع الاحوال الاهلي امبارح اقدم مباراة كويسة قدام الداخلية مباراة امبارح انا بتفرج عليها الحقيقة شايف انها ملخص لكورة الاهلي الموسم ده يعني فكرة انك انت تقدر تفرد اسلوبك لأكبر وقت ممكن من 90 دقيقة فكرة انك انت تقدر تكون مصدر خطورة على الفريق اللي بينفسك وتقدر توصل للمرمى بمنتهى السهولة فكرة انك انت تقدر تكون متنوع جدا في خلقك للفرص والهجمات من على الاطراف من على العمق القدمون من الخلف انبلح كله شارك في اضاعة كارنفال من الاهداف يعني باستثناء الهدفين اعتقد ايه احنا لو وفقنا في نص الفرص اللي جات لنا في مواطش الداخلية مباراة كان الاهل يسجل سكور كبير جد لكن الحقيقة يمكن اللمسة الاخيرة لها الصداع طبعا جول ماك دي افشا الركنة حلوى قوي يعني كرة ممكن تقول عليها السهل الممتنع وكرة بارسيتاو برضو الهدف الواني كرة فيها شغل وفيها تاكتك وفيها تحرك وفيها عدم تقايد بالمراكز هكلمكم عن مواطش الداخلية لكن اللمسة الاخيرة لسه صداع في رأس مستر كولر زي ما هي صداع في رأس الاهلواء ويمكن كولر قال ده الفوزع الداخلية خطوة مهمة جدا عشان تقدر تنافس على البطولة لكن احنا اضاعنا كتير من الهجمات او من الفرص اللي كان ممكن لحقيقة يخلص الاهل بيها مطش بدري جدا وفي نفس الوقت يخلصها بسكور كبير بعد مطش المصري ان شاء الله النهاردة هكلمكم عن المصري هتكلم على الشكل المنتظر مع علمه لانه انت بالتأكيد مدير فن جديد يعني طريقة جديدة يعني لعيبة عايزة تثبت نفسها قدام المدير الفني وتنال ثقته وبالتالي توقع وجهه شرس جدا وطول عمره مطشاط المصري والاهلي مطشاط صعبة ومطشاط كبيرة فرقتين عندهم جماهير كبار بينهم تاريخ طويل جدا من حالة التنافس يعني بصرف النظر عن التتويج والالقاب لكن تظل مباراة الاهلي والمصري واحدة مطشاط السخنة مطشاط الحلوة والمصري طول عمره الحقيقة قدم نجوم كبار جدا وكان مطشاط الأهلي في فورسعيد ومطشاط المصري في القاهرانة مطشاط من أكثر مطشاط جماهيرية اللي بيستمتع بيها جماهير كرة في مصري مش بس جماهير الأهلي وجماهير النادي المصري بعد مطش المصري إن شاء الله كولر قرر يكون فيه راحة للفريق لمدة ثلاث أسابيع بريك قبل ما نرجع نستعيد إن شاء الله لموسم جديد ونخود فترة إعداد جديدة ويخش فيها طبعا صفقات الأهلي الجديدة هنتكلم عن الصفقات النهاردة وأنا عارف إنه كل الناس كلها بتسأل يعني الناس كلها بتسأل بس إن شاء الله بإذن الله بإذن الله صفقات الأهلي الموسم ده بإذن الله غير من ناحية الكواليتي يعني مهمنيش العدد قد مهمني الجودة وإحنا يمكن لفترات طويلة بالذات في بعض المراكز مش عايز أسبق الأحداث لكن يمكن تكون أهم صفقة بتشغل جماهير النادي الأهلي في الوقت الحالي هي صفقة المهاكم وبإذن الله بإذن الله إن شاء الله فيه يمكن أكتر من ملف مطروح في الجزئية دي وبإذن الله إن شاء الله يكون فيه أخبار كويسة الجماهير النادي الأهلي قريب جدا من ضمن الصفقات الحقيقة وخلينا قبل نروح الصفقات السعودية وصفقة هتبقى منعانة تقيل جدا لكن خلينا أقول لحضراتكم قصة الدولي الممتاز به اللي كان الحقيقة تم استقرار عليه حضراتكم يمكن عشان ناس كتير ما تبقاش عارفة الدولي ده كان بيتلعب بنظام مجموعات ثلاث مجموعات متقسمة بمجموعة القرية ومجموعة الصعيد ومجموعة بحري بيتنافس فيها عدد كبير جدا من الفرق وبيتوج بكل مجموع لقب أو بيفوز بكل مجموعة فريق واحد بيصعد مباشرة لبطولة الدولي الممتاز مفترض إن إحنا ويمكن نقشنا ده أكتر من مرة وبدأتا من المسم الجديد هتغير شكل المسابقة وتبقى شبه بطولة الدولي الممتاز اللي احنا بنلعبه هنا هي مجموعة واحدة أو يعني بطولة من مجموعة واحدة بيشارك فيها التلات فرق الهبطين وتأسيمة كده بين المجموعات المركز من التاني للمركز أعتقد الخامس بحيث إنهم يكونوا في النهاية 18 فريق يلعبوا بطولة الدولي الممتاز به ونغير بقى شكل البطولة التقليدي اللي تعودنا عليه لسنين طويلة جدا واللي كان بيراعي دايما فكرة البعد الجغرافي لشكل أكتر حداسة أكتر تطوع ويساهم بشكل كبير جدا في تطوير المسابقة دي ويساعد على أنه يطلع مواهب ويطلع عناصر جديدة في الكورة زي ما بنشوف في إنجلترا وزي ما نشوف في أغلب دول العالم لكن التفكير ده ورغم أنه طرح من زمان جدا كان فيه موجة مقاومة كبيرة جدا من الأندية اللي بتلعب في دول القسم الثاني لأسباب كتيرة ليها علاقة بالإمكانيات المادية وليها علاقة بالبعد الجغرافي برضو فكرة أنك إنت لما يكون عندك مجموعة في الصعيد بتقدر فرق الصعيد المينيا أسيوت أسوان ألومنيوم يعني كل الفرق اللي في المنطقة دي بتبقى بتلعب مع بعضها في نطاق حيث جغرافي معين فبتبقى الانتقالات أسهل السفر أسهل التكلفة أقل وهذا ينطبق أيضا على مجموعة القناة وينطبق أيضا على مجموعة بحري لما توسع قاعدة المشاركة وتخليها على مستوى الجمهورية ده معناه تكلفة أزيد ده معناه فلوس أكتر والموارد المالية في معظم الأندية دي مش في أفضل أحوالها فكان في موجة مقاومة وعشان كده كان في دعوة لطرح أو لعقد جمعية عمومية في اتحاد الكرة غير عادية للمطالبة بإبقاء المسابقة والبطولة على ما هي عليه منذ سنوات والحقيقة برضو خلييني أقولكم أنه اتحاد الكرة رفض ده وأنه الجمعية العمومية دي لانتا عقد ومفترض أنه يكون فيه أنه يكون فيه اجتماع ودي كده فيه والحقيقة كمان أن لجلة الأولمبية رفضت الفكرة دي وكان مفترض أنه فيه اجتماع ودي لمناقشة إزاي ممكن البطولة تتعامل بشكلها الجديد فيه وعد أو فيه تصريحات بلاش وعد فيه تصريحات من المسؤولين في اتحاد الكرة أنه مع إقامة البطولة بالشكل ده هيكون فيه زيادة في الموارد زيادة فيه المبالغ المتعلقة برعاية الفرق اللي بتشارك وبالتالي هيكون فيه مصادر تمويل جديدة تقدر تساعد الفرق على تحمل تكلفة مشاركتها في بطولة بالحجم ده بس اللي أنا عايز أفهمه الحقيقة مفترض يعني مفترض أنه طبوح أي فريق بيلعب فيه درجة رابعة درجة تالتة درجة تانية أنه يروح في النهاية يلعب دوري ممتاز يعني أنت أساساً بتشتغل أنت بتلعب عشان توصل تلعب في دوري ممتاز ده الطموح الطبيعي أو ده التفكير الطبيعي لأي فريق بيلعب كرة في مصر حتى لو كان فريق درجة رابعة بيشارك النهاردة في درجة رابعة عشان أملاً في يوم الأيام أنه يوصل يلعب فيه ده قمة التموح يعني يلعب في الممتاز وليه لأ لو خد بطولة زي بطولة كاس الرابطة أو بطولة زي بطولة كاس مصر مش ده السياق الطبيعي الأينا دي بيلعب كرة في مصر طيب إذا كنت أنت أساساً معترض على إقامة شكل البطولة بالطريقة دي طيب إنت إزاي بتفكر تلعب في الممتاز يعني إزاي بتفكر أو إزاي حاطة هدف قدام عينك أنك في يوم الأيام تلعب في الدوري الممتاز هتتحمل إزاي فطورة تكلفة المنافسة أو المشاركة في بطولة زي بطولة الدوري الممتاز فالسؤال هنا هي الأندية دي بتلعب ليه يعني الأندية دي عايز الدوري يكمل بالشكل النمطي أو بشكل المجموعات ده ليه وإيه الهدف من البقاء أن أنا أفضل سنين وسنين وسنين بلعب في دوري الدرجة التالتة أو في دوري الدرجة التانية وما فيش طموح أو ما فيش هدف أن أنا أروح في يوم الأيام للدوري الممتاز على كل أحوال خلينا نشوف برضو ونسمع كل وجهة النظر المختلفة هنقش القصة دي وإن كنت الحقيقة شايف أو مش أنا اللي شايف أغلب الخبراء الحقيقة شايفين أنه ده إضافة كبيرة جداً للكرة في مصر وهيساهم بشكل كبير جداً في تطور عملية تفريخ عناصر جديدة إحنا حتى الدوري الممتاز للكرة عندنا في مصر يعني إحنا بنتكلم على 18 فريق ميزانيات ما شاء الله أنا ممكن أقول لحضراتكم ميزانيات جبارة تم إنفقها على فرق كانت بتنافس على الهروب والهبوط أنا بكلمكش على ميزانيات جبارة لفرق بتنفس على البطولة أنا بكلم حضرتك عن ميزانيات بعشرات الملايين صرفتها فرق كانت لغاية أسبوعين ثلاثة من قبل نهاية المسابقة بتحاول تهرب من المراكز المؤهلة لمغادرة البطولة وبالتالي حجم الإنفق كبير جداً ورغم كده تعالى كلمك على إنك أنت كمتابع أو كجمهور تطلع مثلاً 10-15 اسم جداد ظهروا الموسم ده وتقلقوا ويصلحوا الارتداء تيشرت منتخب مصر لما يجي ميستر روجيرو ميكالي أو ميستر روي فيتوريا يكلموك على قيمة المنتخب لو طلعوا 3 أو 4 أسماء جداد يخشوا قيمة منتخب مصر إبقى ده إنجاز عظيم أختم بخبر عن جريزمان وأعتقد أنه جمهور الكرة في مصر النهاردة عينوا عن نسخة الجهام الدوري السعودي يعني هيبقى بيتابعة الدوري المصري بحكم انتماء أو التشجيع الواحد من الأندية المصرية لكن كمان هيشوف إيه اللي بيحصل كل النجوم اللي راحة السعودية دي راحة تعمل إيه وخليني أحط لك مفاجأة كمان من واحد من الأسماء اللي بقت مطروحة وبقوة على خريطة نادي النصر السعودي هو نجم الكرة الفرنسية ونجم برشونة السابق ونجم أتلاتكم مدريد الحالي أنتوان جريزمان اللي دخل في أو دخل نادي النصر في مفاوضات مع نادي أتلاتكم مدريد في محاولة للتعاقد مع جريزمان عشان يجاور غريم الأمس بقى زميل المستقبل كريستيانو رونالدو اللي الحقيقة هيشارك أو هتبدأ مشاكته في بطولة كاس الملك سلمان أو البطولة العربية في شكلها الجديد يمكن من مباراة النصر اللي جاية الزمالك بيلعب النهاردة كل التوفيق لنادي الزمالك في البطولة إن شاء الله يعني يفرح جماهيره ويفرح جماهير الكرة المصرية بما أنه ممثل مصر في البطولة العربية نتمنى لهم كل التوفيق في مباراتهم النهاردة أعتقد بيلعبوا الشباب فاصل ونرجع لحضراتكم في البطولات الكبرى تعود الأهلي دايماً على مواجهة الكبار البايرن الريال ومن الوارد جداً يكون في مواجهة منتظرة بين الأهلي والسيتي بطل أوروبا واحد من نجوم السيتي السابقين نجمه طبعاً السابق في حراسة المرمى توني كوتن هو ضفنا ومدرب حراس مرمى منشستر يونيتد أيضاً السابق وضفنا النهاردة في السادسة بداية طبعاً أهلاً وسهلاً بك في السادسة بشكرك طبعاً على مشاركتك وزهورك معاناً على شاشة النادي الأهلي شكراً جزيلاً بلغ سروري لتواجدي معكم واحد بالتأكيد من أفضل مواسم السيتي قيادة أو تحت قيادة بيب جارديولا استطاع السيتي أنه هو يحقق بطولة الشامبيونز ليج ويحقق بطولة البريمير ليج لأول مرة في تاريخه وإزاي شفت الإنجاز ده وإزاي أيضاً بتشوف مشاركته لأول مرة في بطولة كاس العالم للعندية اللي هتصدفها السعودية أعتقد أنه ليس واحدة من أفضل مواسمه وإنما هو أفضل موسم على الإطلاق لبيب جارديولا في تاريخه حينما كنت في جهاز الفني لمنشستر نايتد وقد فعلنا ذلك فأنا مررت بنفس الشعور أن تفوز بأي بطولة في إنجلترا وأن تفوز بأي بطولة في إنجلترا وخصوصاً الدوري هو أفضل موسم لك أعتقد أن ما قدمه ببيب جارديولا هو موسماً استثنائياً وخصوصاً كما قلت أنا شعرت بذلك أشعر بما يشعر به باب الآن أعتقد أن فرقة منشستر سيتي الآن الجميع يلاحظ التفوق والهيمنة على الكرة الإنجليزية في الوقت الحالي هل تتوقع أنه ده يستمر في مشاركة أولى للسيتي في بطولة كاس العالم الأندية وخصوصاً طبعاً في زل مشاركة قوية من الأندية السعودية صاحبة الأرض وصاحبة الجمهور واللي عملت الحقيقة وخصوصاً اتحاد جداً اللي عمل مركاته قوي جداً واستطاع أنه يجيب نجوم كبار من الدوري الإنجليزي من الدوري الأسباني زي كريم بن زيمع زي نجولي كانتي في وجود الأهلي المصري صاحب أكبر عدد من المباريات في مشاركة في بطولة كاس العالم وأيضاً بالإضافة لبتل كوبا ليبرتادوريس هل بتشوف أنه اللقب أقرب للمان سيتي ولا هيجد مقاومة في البطولة لا أعتقد أنها ستكون ما أراها الآن وما أقرأه بين السطور أستطيع أن أقول أن أن الآن الكرة السعودية والمنافسة في الأندية السعودية ستكون في أعلى مستوياتها فبالطبع ستكون منافسة قوية لمانشستر سيتي في كأس العالم سيكون أمراً صعباً على مانشستر سيتي المان سيتي لن يستطيع لن يستطيع أن يفوز بالبطولة بسهولة كما تفعل الأندية الأوروبية في العموم فالأندية السعودية الآن وخصوصاً اتحاد جدة لديهم أفضل لعبين في العالم الآن سنرى بطولة مميزة بطولة مثيرة للاهتمام خصوصاً بتوجه الأنظار للدور السعودي في الوقت الحالي نظراً للميركاتو الحالي يمكن تكون جماهير السيتي الآن شوية وكلمك بذات على جماهير السيتي اللي بتحب الكرة اللي بيقدمها منشستر سيتي تحت قيادة بيب جورديولا شايف أنه رحيل اتنين من أهم اللاعبين وأهم من مفاتيح اللعب في سيتي في الموسم الأخير واحد لإسبانيا باشلنا تحديداً والكلام طبعاً على النجم الألماني جوندوجان ورحيل أيضاً رياض محرز لصفوف أهلي جدة إزاي بتشوف ده ممكن يأثر على فريق زي منشستر سيتي وخصوصاً مع عدم الحديث على فكرة صفقات من الممكن أنها تعوض نجمين بالحجم وبالتأثير جوندوجان ومحرز مع منشستر سيتي أنا متأكد أن جوارديولا وفريق العمل معه خصوصاً فريق الانتقالات سيكون قادراً على قلب الصفقات المناسبة للفريق لدينا شهر أنا متأكد وواثق أنهم سيختارون اللاعبين المناسبين لطريقة لعب جوارديولا أعتقد أنهم يعرفون ما يريدون جيداً ويعرفون احتياجات منشستر سيتي وأعتقد أن منشستر سيتي سيكون منافساً والمرشح الأول للفوز بالبطولة في الموسم القادم هل فكرة وجود بيب جوارديولا في حد ذاتها هي دافع على ثقة الجمهور في اختياراته يعني إحنا لاحظنا مش بس الموسم ده الموسم حتى السابقة أنه السيتي يعني قادر على الاستغناء على أسماء وهي في قمة عطاقها وهي في أوج تقلقها شفنا ده بيحصل مع الرويساني شفنا ده بيحصل مع رحيم سيرلينج شفنا ده بيحصل عجواء وكانسيلو شفنا ده بيحصل مع زينشانكو والسنة دي مع رياض محرز ومع جندجان هل ده بالنسبة للجمهور عندكم في منشستر مع جمهور السيتي أو السيتزنز شيء عادي شيء مقبول مئة بالمئة نعم نعم مصدر ثقة جمهور منشستر سيتي هو بيب غورديولا أعتقد أن الجمهور لا تستطيع أن تتوقف آلاف الجمهور في منشستر يثقون في بيب غورديولا ويقفون وراءه الجميع الجميع وراء بيب غورديولا ويدعم بيب غورديولا هو لا يدع أفضل اللاعبين يخرجون من النادي وإنما هو يصنع اللاعبين الجيدين هو من يقوم بهذا العمل كل عام لمنشستر سيتي هو من يطور اللاعبين نعم لن يكون أمرا سهلا وخصوصا بالمنافسة مع برشلونة وبيرني بيونيخ ولكن هذا أيضا حدث مع منشستر سيتي من قبل وقد استطاع أن يعود استطيع أن أقول أن بيب غورديولا فعل ذلك من قبل وستطيع أن يفعل ذلك مرة أخرى حسب معلوماتي بيستر كوتون أنك أنت دربت فيه دربت حراس مرمى فريق منشستر يونيتد في فترة الأسطورة طبعا أليكس فيركسن في كتير من الأراءة بتشوف أنه النجاح أو القصة أو الحكاية اللي قدمها أليكس فيركسن مع منشستر يونيتد أنه بيب غورديولا هو الوحيد القادر على تكرار نفس قصة النجاح دي ولكن مع السيتي إزاي بتشوف ده وإيه الفارق من وجهة نظرك بين أليكس فيركسن إذا حطينا الاسمين في مقارنة بعض بين أليكس فيركسن وبين بيب غورديولا حسنا أستطيع أن أقول أني على جانب السير أليكس فيركسن إلى آخر العمر أنا دربت معه وأعرف جيدا أنه الأفضل السير أليكس فيركسن بالنظر لما فعله أستطيع أن أقول أنه بنى فريقا من العدم يستطيع أن يفعل ذلك نعم كما يفعل بيب ولكن باب لا زال في الطريق ليحقق ما حققه سير أليكس فيركسن هو الآن يسير بخطة ثابتة نعم أستطيع أن أقول أنه يعمل بقاعدة ثابتة ويعمل بخطوات جيدة ولكن الأفضل هو هو أليكس فيركسن ما حققه لي منشستر رينايتد إعجازي بكل المقاييس إذا استطاع جوارديولا أن يسير على نفس الخطة فأستطيع أن أقول أنه أنه سأستطيع أن يحقق نفس الإنجاز العديد من الأندية حاولت ولكن الأمر لم يكن بتلك السهولة من نظرتك على الميركاتو على حجم ونوعية الصفقات التي أبرمتها الأندية الإنجليزية في موسم الانتقالات الصيفية هل ترى أنه يمكن أن يؤثر على شكل منافس في بطولة بريمير ليج في النسخة المقبلة هناك الكثير من أشخاص يأتي لا لا، أستطيع أن أقول أن هناك لاعبين من مستوى العالمي أتوا أيضا للدور الإنجليزي فأستطيع أن أقول أنك تشاهد الآن العديد من الأسماء الكبيرة في الدور الإنجليزي في مختلف الاندية ويوجد العديد من التحديات الخاصة بالاندية الأوروبية عموما نستطيع أن أستخدم العديد من اللاعبين من جميع انحاء العالم كل الأندية تدعم فرقها الآن ولكن السؤال هل تتوقع أن يكون فيه منافسة حقيقة أو أنه فيه فريق أرسنل اللي ظهر مع أرتيتا الموسم الأخير بشكل أكثر من رائع اليونايتد اللي كان في يوم الأيام هو المتصدر المشهد مش بس على مستوى إنجلترا لكن على مستوى أوروبا نيو كاسل اللي ظهر بنسخة رائعة تشيلسي اللي قد يعود ليفر بول اللي كان قريب جدا بطل هل تتوقع أنه شكل المنافسة على البطولة في حد ذاته يختلف ولا أنه السيتي يغرد منفردا لا أعتقد أن في هذه اللحظة أستطيع أن أقول أن مانشستر ينايتد استطاع أن يعود بشكل قوي في الفترة التحضيرية هو دعم فريقه عن العام الماضي وخصوصا أيضا فريق نيو كاسل أنهوا الموصل الماضي بشكل جيد لديه فريق قوي جدا ليفر بول أيضا وتشيلسي قاموا بالعديد من التدعمات القوية فأستطيع أن أقول أنهم قريبون من المنافسة مع مانشستر سيتي المنافسة ستكون ستكون أقوى والمراكز ستكون متقاربة إلى حد ما في الموسم القادم رأيك في صفقة أونانا حرس المرمى الدولي الكاميروني وانتقاله من الانترناسيونال لمنشستر يونيتد وهل تتوقع أنها تكون تجربة نكحة خالفا طبعا لأساطير حرس المرمى في المان يونيتد أتمنى ذلك دفعنا الكثير من الأموال في أندري أونانا خصوصا أن المدير الفني إيريك تنهاج يعرف جيدا ما يفعل ويعرفه جيدا منذ أيام آيكس أومستردام فياثق في اللاعب بشكل جيد لديه شخصية اللازمة لقيادة فريق منشستر يونيتد نعم أنا واثق في ذلك وأنا أثق في أندري أونانا أنه سيحقق نجاحا مذهلا مع منشستر يونيتد ولأعوام عديدة بعد ذلك ظهر بشكل مميز جدا مع الإنتر في الموسم الأخير وصل معا لنهاية شامبيونز ليج والحقيقة أونانا اسم جديد بيضاف لحراس المرمى المحتلشين في إنجلترا وهنا سؤال أغلب الفرقة الكبيرة في البطولة الإنجليزية أو البطولات الإنجليزية بتعتمد على حراس مرمى أجانب عندنا إدرسن عندنا أليسين بيكر عندنا هيجو لوريس عندنا أونانا في اليونيتد ومن قبله ديفيد ديخية والقائمة تطول هل تعتقد أنه مركز حراس المرمى بالنسبة لإنجلترا أو حراس المرمى الإنجليز أصبح صداع يجب التعامل معه بشكل مختلف هل في مشكلة على مستوى مركز حراس المرمى في الكرة الإنجليزية أعتقد أن هذه معضلة نمر بيها كل عقد من الزمان أستطيع أن أقول أن الدور الإنجليزي هو قبلة اللاعبين العالميين ولهذا السبب لا نستطيع أن نحافظ على ثبات الحارس الإنجليزي لأعوام لأكثر من عام بالنسبة للمنتخب الوطني نعم لدينا حراس مميزين ولكن أستطيع أن أقول أن هذا بسبب عملية التدوير في الأندية الأندية الآن تعتمد على تعتمد على حراس عالميين من بلجيكا فرنسا ألمانيا والبرازيل أستطيع أن أقول أن هذا أثر على حراسة المرمى الإنجليزية ولكن لدينا أيضا حراس مميزين حراس إنجليز مميزين ولكن فبالتالي أنا لست قلقا على مركز حراسة المرمى الخاص بالأندية الإنجليزية والمنتخب الإنجليزي من هو أفضل حراس مرمى في الدول الإنجليزي في الموسم الماضي رأيي كان أعتقد أن ديفيد دخية أدى بشكل جيد ولكن لسوء الحظ لم يفز بالقفاز الذهبي ولم يحفظ على بعض الشباك النظيف في بعض المبرايات ولكن ما عدا هذا كان مميزا أستطيع أن أقول أيضا أن رامس ديل أيضا كان جيدا وأليسون بكر كذلك الأمر صعبا أن تختارها حارسا معينا لأن لأن قوة المنافسة والأداء الثابت سيكون أمرا هاما لكل الحراس وهذا كان أمرا صعبا حينما يكتمع الجمهور الكرة في مدينة منشستر لمتابعة ديربي منشستر بين يونيتد وبين السيتي تاني كوتن بيميل لتشجيع من السيتي بما أنه كان حارس مرمى سابق ولا يونيتد بما أنه كان مدرب الحراس لمرمى في مرحلة يمكن تكون الأهم في تاريخ اليونيتد كله من ستاعد لا يتأكد أنا يونيتد أمرا وما أعتقد أن الأمر الآن يميل لكافة منشستر نايتد أنا كنت أعمل بالفعل أي أن كان المكان الذي كنت أعمل به أنا أدعم أنا أدعم منشستر نايتد في كل الأحوال في هذه اللحظة أنا أعمل أنا أعمل ككشاف لحراسة المرمى في منشستر نايتد أعتقد أني أستطيع أن أقول أن لديه اللاعبين الأفضل ومعظم أهل المدينة الآن يشجعون منشستر نايتد طولي كوتون بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لليونيتد طبعا بما أنك أنت في الوقت الحالي بتنتمي لي كل التوفيق لليونيتد في الموسم الجديد تحت قيادة تنهاج وإن كنت أعتقد أن المنافسة مع سيتي هتكون صعبة مش بس على مايتد لكن على كل الفرق الكبيرة في إنجلترا خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل مع ضفنا ونجمينا النهاردة كابتن عبدالله جلال موضوعات كتير طبعا فوز الأهلي على الداخلية مواجهة المصري المنتظرة القصة بتاعت الدوري الخاص بالممتاز بيها ودوري الدرجة التانية اللي يمكن يتكلمنا عنها في البداية وهو كان ليه تجربة مهمة جدا فيها مع القناة هنكل موضوعات دي هنقاشها مع ضفنا النهاردة ونجمينا فيه السادسة كابتن عبدالله جلال المسأخرة كابتن عبدالله صار خير يا لك مبروك الدوري مبروك الكاس مبروك السوبر مبروك أفريقيا ما تقابلناش من كتير فباركلك طبعا على موسم نجح جدا للنادي الأهلي حبيب الله يبارك فيك ومبروك على جمهور النادي الأهلي طبعا نمرة واحد هو الأساس طبعا لازم نبارك له يجي من بعدها نقول برضو مبروك لمجلس الإدارة مجلس إدارة النادي الأهلي اللي تعب في الفترة الأخيرة دي جدا وبالذات ان انت من ناهمي موسم خسران فيه دوري وكان فيه ضغط جماهير عن ان احنا لازم نستعيد البطولة دي فكان أظهر كل اللي ممكن ان هو يظهره السنة دي انه عوض الاخفاق بتاع السنة الفاتف ان احنا نحصل على الدوري فبقول له مبروك برضو مبروك للجهاز الفني مبروك للعيبة اللي تحملت الضغطات بتاع السنة اللي فاتت والسنة دي هم عملوا موسم رائع مش عارف يعني زي ما حدرك بتقول كده مبروك 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 فهنقول له مبروك مبروك كنت متوقع موسم أول لكلر بالشكل ده لا كنت متوقع انه على الأقل يبقى خمسين في الممن من البطولات دي دايما ما السر في نجاح كولر في أول موسم اللي مع الأهلي بالشكل ده من وجهة نظرك السر انه مدرب زك قدر في وقت بسيط انه يفهم دماغ اللعب المصري دي نمرة واحد نمرة اتنين قدر يفهم شخصية وقيمة النادي الأهلي بسرعة وخاصة في الوقت اللي وقع فيه الفريق زي ايه هنقول مثلا الخمسية بتاعت السندوينز دي دي فوقت فوقت اللعيبة دي نمرة واحد نمرة اتنين خلت ميستر كولر مش هقولك يغير نظامه ولو هممكن نقول مثلا ايه بدأ يكتشف الأخطاء الفعالية اللي هي يقدر حط يده عليها ويقدر يتعامل معها ويقدر يطور من الخطأ للصواب على طول انه هو يستعد شخصة النادي الأهلي ودي اللي نفعته انه هو يقدر يكمل فيها بسخد باكة تبتكلم على فريق ما اتعرضش غير لخمس مطشاط خسارة على مدار الموسم اتنين منهم في كاس عالم اتنين منهم في دورة أبطال وواحدة بس في الدورة المحلة انا كمدرب ان انا اقدر اطور شخصة اللعب بتاعي اطور فنيات بتاعته اطور العقلية بتاعته من خلال هزيم هزيم في بطولات كبيرة زي كاس العامل الاندية مع فرق كبيرة زي ريال مدريد دي مش مش سهلة لعب المصري خلي بالك احنا نحق اتكلمت في مواقف كتير لعب المصري ما بيستقبلش اكتر من اردارين فنيين في خلال ممكن نقول موسم كامل ليه لان اللعب اه زاكي وكل حاجة بس بيعتمد على المهارة اكتر من هو يعتمد على التكتكات الفنية دي حاجة الحاجة التانية مستر كولر كان بيلعب على الجانب النفسي شفنا شفنا كتير قوي المسم ده يعني جماهير الاهلي اتفقت ان المسم ده من اكتر الموسم اللي احنا حسنا بنقلة فيها على المستوى الفردي على المستوى الجماعي لعيبة مهاجمين بقينا بنشوف ادوار دفاعية كتير جدا ليهم وبيقدوها على افضل ما يكون ولعيبة مدفعين بقى ليهم ادوار هجومية واضحة جدا وتأثير هجومي واضح جدا وبال انهم حسنوا مباركة دي بصمة مدير فني في المقام الاول ما انا بقولك دي بصمة مدير فني انه قدر يستفيد من كل لعيب عنده ودي اصعب حاجة ممكن يعملها المدير فني انه يبقى عندك هنقول مثلا بلغة الكرة عندك فرقتين جهزين وفرقة البطل دايما لازم يكون عندها القوام الاساسي مش قوام الاساسي بس لا انت القوام الاساسي وبرضو الدكة بتاعتك لازم تبقى قوية لان انا هحتاج في كم المتشاط اللي احنا لعبناها المسم ده وكم البطلات اللي انت دخلتها انت بتتكلم في خمس بطلات او اربع بطلات في مسم كبير يكاد يكون ممكن تقول اللي 12 شهر انت لعبتهم يعني انت قربت تضم اللي 12 شهر على بعض هتلعبهم دي صعبة ما بتحصلش في كل انديت العالم دي حاجة الحاجة التانية ان انا طور على المستوى الفردي والمستوى الجماعي وانقل اللعبة بتاعتي ابدأ الموسم بطريقة وانقل من الطريقة دي عشان اغيرها اروح لطريقة تانية تناسب امكانيات اللعبة بتاعت او تناسب البطلات او حجم البطلات اللي انا بشارك فيها دي مش حاجة سهلة بجانب ان انا كمان بتعامل مع عقليات مختلفة جوة الفرقة ما بين لعبة لسه الخبرات بتاعتها نقصة وفيه لعبة كبيرة الخبرات بتاعتها عالية ازاي ادمج من الاتنين دي انا شاف انها كانت مهمة صعبة على مستر كولر وهو قدر ينجح فيها وقدر ينجح فيها بشكل كبير والدليل على كده انه خد خمس بطولات ما شاء الله رأيك في خطة فعندي الاهل برضو واحدة من اكتر الحاجات اللي يمكن كان بتؤخذ على فرقة الاهل يعني او على الاهل في الفترة الاخيرة رغم انه كان بيفوز بقى القابل بطولات وقى القابل بطولات مهمة هي فكرة انه كان بيستقبل عدد كبير جدا من الهداف مع كولر قصة تغيرت ورغم انك انت ما تقدرش تحقق يعني تيجي تبص للموسم كله الدفاع الاهلي ابتدا ازاي ودفاع الاهلي انهاز ازاي هتلاقي انه على مدار الموسم فيه دوات تهات كتير جدا ابتدينا منعم ومتولي وبعد كده منعم وياسر وبنشوف ياسر وربيع ونشوف منعم وربيع يعني تقدرش تقول انه فيه سنائي كان ثابت لفترة طويلة لغاية يمكن حتى اصابت متولي كان منعم وياسر وربيع بيدخل معهم في وقت ملاقات افضل سنائية من دول وتقييمك لمستوى مدافعي الاهلي السنة دي بص اللي عايز اقول بسم الله انت كنت العيب يعني دايما المدافعين ما عليش دايما مدافعين ما عادش يزعل مني يعني مش رأي ده رأي بيبقى كوريتهم او بيبقى عند الناس احساس انه كوريتهم اقل شوية لكن لما بيبقى مدافع عنده كورة الان بتجيبه بمنتهى سهول وانت كنت من الناس اللي عندها كورة يعني كنت العيب عندك كورة حلوة فيهمني اسمع رأيك خصوصا ان كورير كمان بيعتمد عاداء او واضح انه بيحب المدافع اللي ما بيكتفيش بالدور الدفاع يعني بيكتفي بيقوم بالدور الدفاع كويس وبيبقى مشارك او بيبتدي في فكرة بونال هجمة هو بدأ ميستر كورير او اللي نقص في المعادلة دي كلها ان انا انجح حتة ان انا ابدأ الهجمة من تحت من الدفاع بتاعي ان انا يكون عندي دفندر يقدر ياخد ينقل الكورة او هي بهمزة الوصل بين خط الدفاع بتاعي وبداية الفر وبداية الفر او الرسل المسلس بتاع الهجوم بتاعي لقدام دي النقطة اللي كانت نقصها وعلى ولما بدأ ولما بدأ بين الصناعية بين متولي ومنعم كانت ماشية كويس لغاية ما حصل الاصابة بتاعي محمود متولي بدأ يخش مكانه ياسر ابراهيم اللي برضو العملية نجحت بشكل الى حد ما بشكل كبير برضو بس كانت نقصة برضو الحتة بتاعت نص الملعب طب امتى نجحت بقى بشكل كبير لما غيرنا الطريقة وبدأ برضو استقطاب او ان احنا جبنا مروان عطية هي دي القطع اللي كانت نقصة في المنظومة كلها ان انا يكون عندي لعيب بصير زي مروان عطية كده يقدر ياخد من الدفاع يدي للناس بتاعت نص الملعب او يدي للشق الهجومي بتاعي بأي شكل كان دي لما خدت منه دي لما هنقول مثلا نص موسم دي حاجة الحاجة التانية السنائيات دايما بتبقى راجعة للمدير الفني فيه مدير الفني بيجي حط اقول لك انا عايزهم الاثنين شبه بعض لعيبة كورة زي ما كان بدء بمتولي واحد 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 الاستفاد من الموضوع ده كله ياسر إبراهيم انه قدر وفي الفترة ما كانش بيلعب فيها قدر تعلم ويطور من نفسه وقدر نحط ويثبت رجله في انه هو يقنع ميستر كولر انه هو يكون واحد واحد ودي اللي ماشت وسهلت الطريق وخالت ان الفترة الاخيرة من بداية مشاركته فعليا من كاس العالم او من بعد كاس العالم الاندية قدر ثبت نفسه في الحتة دي انه هو يقدر يطور من نفسه او يقدر يقنع الناس ان احنا عندنا سد منع زي منعم ويسر باهيم وراء حاضرين وجهزين في اي وقت ان هو يكون بتاع بجانب النقطة اخيرة برضو نص الملعب بتاعك وانا قلتها في كذا مكان نص الملعب طول ما هو حاضر وبيشيل عنك كل كورة سواء بالنحية الهجومية او قصة كلها في خط نص النادي الاهل خط نص الاهل هتلاقي الدفاع بتاعك هنتكلم على خط نص النادي الاهل ونتكلم على صفقات الاهل الجديدة بس اسمحنا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام قبل الفاصل كنت بسأل كابتن عبدالله جلال على خط ادفاع النادي الاهلي وفي الفاصل الحقيقة في موضوع مهم جدا يهب مني برضو نتكلم فيه على الهوى هل الميديا هل وسائل اعلام سواء التقليدية او السوشيال ميديا هل نتكلم على عقلية اللاعب وقدي لما تكون بتلعب في نادي زي نادي الاهلي او اي نادي دايما بيدور على البطولة يعني ما بيفكرش على انه بس ينافس لكن بيلعب على انه حقق اللقب وما عاد ذلك بالنسبة له مش انجاز او انتصار بقية شك من اشكال العقلية بتاعت اللاعب هنا مش بس انكانياته اللي بتفرق كابتن عبد الله مضبوط هل الميديا او السوشيال ميديا دلوقتي ممكن تأثر على طريقة التفكير ممكن تأثر على التصرفات ممكن تأثر على العقلية هي لها تأثير دلوقتي اذا كان السوشيال ميديا اصلا لها تأثير على الصناعة الرياضة بالعموم فهي اصلا جزء جزء انت بتكلم على في مصر او عموما هنتكلم بالعموم دي حاجة التانية في مصر لها تأثير على اللعيبة وعقلية اللعيبة اخد بالك انه برضو يمكن بمعنى ان احنا ممكن نكون سبب من ضمن اسباب ان احنا ممكن مثلا واحد زي منعم كده انا مش عايز برضو بتاع منعم لعيب كويس وعنده امكانات عالية جدا يعني انا يمكن من فترة تقريبا سمعت ان باير مونيخ متابع منعم يعني وكده فدي حاجة كويسة العقلية بقى نفسها لازم توازي حتى لو الخبر هنقول خبر صحيح أو خبر عادي يعني بس خليني اتكلم ان مجرد ان انا اسمع ان باير مونيخ بتابعني انا كلعيب لازم العقلية بتاعتي توصل للمرحلة اللي انا هروح لها يعني انا لعيب بلعب في النادي الاهلي النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا بيمثل يعني دايما متواجد في كلاسة العقلية الاندي بحطت راسي براس ريال مدريد وبقابل باير مونيخ ولعبته فقط من الاوقات باير مونيخ نفسه شايف انه الاهلي هو باير مونيخ افريقيا يعني طبيعي ان انا كلعيب لازم يكون اكبر بالطريقة التفكير بتاعي على فكرة في اسبانيا على خلفية مواجهة الاهلي والريال كانت اغلب وسائل اعلام في اسبانيا تتكلم على انه الاهلي هو ريال مدريد افريقيا يعني العالم كله شايف الاهلي على انه كبير افريقيا طبعا زيارات وعلاقات متبادلة طبعا وسائل الاعلام كان فيه تبادل بينهم وقناة ريال مدريد كان بتبس هنا من خلال شاشة الاهلي واحنا كنا وطلعين على قناة ريال مدريد كان عيب لازم يستوعب الحتة دي كل ده يطغى عليك في الملعب لو انت في وقت من الوقات هتفكر بطريقة طريقة الناشئين لسه عقلك اللي هو لازم هعمل الحركة دي وانا كده سرعتي موجودة او الصحة او لقل بدنا بتاعتي هتصعفني ان انا ممكن اعمل بلغة الكرة كرة دوارة ممكن تغلط غلطة الناس بتفتكر بتنسى كل حاجة وتفتكر الغلطة بتاعتك وزي ما بقولوا كده غلطة الشطر بألف نروح لخط نص النادي الاهلي اللي زاد عليه والحقيقة كان فيه سولاسي دايما متقلق وهو كان عمود الفقري التعال الفرقة هو اللي شايل الفرقة الثلاث مؤسم الأخيرة السلية كلام على السلية كلام على حمدي كلام على ديانج ظهر عليهم مروان واحد من أهم الصفقات الاهلي في مركاته الشتوي في سوء انتقالات الشتوية وضف عليهم كمان إمام صفقة الاهلي الجديدة والاثنين اعتقد هيكون لهم دور كبير جدا شايف خط نص النادي الاهلي زي الفترة اللي جاية وهل التواجد بتاع مروان وبتاع إمام ممكن يفرد تغيير في اسلوب اللعب للنادي الاهلي وهل يحتاج خط نص النادي الاهلي لمزيد من الدعم ولا كفى ونفكر في الهجوم بص دايما دايما يعني ما تعليش سقف الطموح مش هولك عند الجمهير بس انت كمدير فني هو أعتقد مستر الطموح عند حاجة معينة لأن انت ممكن متاخدش منها حاجة زي ايه كده زي احنا مثلا القندوسي لعيب كواس جدا محدش يختلف عليه بس لما جي حضر ماذا بس القندوسي انت عندك ورا القندوسي ورا الأسماء قلتها في اتنين أنا بص سمعت كم يمكن مساحة مشاركتهم مش مبينة امكانياتهم لسه ممكن ما يكونوش وصلوا لأعلى كيرف في مستوى الأداء لكن أنا كل الناس اللي سمعتها بتتباحهم من زمان أو شايفهم من زمان وشايفها لعيبة في الملعب فخري وكوكا الاتنين دول الحقيقة ناس كتير جدا بتقولك انت ساف الطموح دايما مش عايز أسبق الحدث نفسه يعني ما قدرش أقول مثلا مثلا أنا ديت مثال بالقندوس لأن ده عرب مثال لعيبة كوز جدا بس كم المشاركات بتاعته وحتى التوقيتات بتاعته ما بيدكش مية في المية عنده يعني بخيلة على نفسه أو ممكن يكون بلغة برضو الجهاز الفني ممكن يعمل لك الشق الهجومي ما يعملش الناحية الدفاعية فده بيفرق معاك في النوا بيعمل مش هقولك بيعمل لك خلل في المنظومة بتاعتك بس بيبين هو إذا كان أفشا وعبدالقادر والشحات وتاو بقوا يعملوا النواحية الدفاعية أي لعيف في نادي الأقلي ممكن يعمل النواحية المشكلة يا صح يعني أنت توقع عابل كولر مثلا أنه أفشا أو عبدالقادر أو أو بيرسي تاو يبقوا بيعملوا النواحية الدفاعية بالشكل لأنك تعمل كل حاجة يعني شخصة المدير الفني وهو يحفظك الجملة التكتكية سواء في الشق الهجومي أو في الشق الدفاعي هتكبرك دي نمرة واحد نمرة اثنين لما يكون عندك البديل القوي اللي احنا كنا نكتلا وعلى من شوية هتخلي اللعيب الأساسي دايما بيديك مئة في المئة لأن خايف في أي وقت المدير يقول تعال على الجنب يتفرج على زميلك وهو يقدي مكانك دي نمرة اثنين نمرة ثلاثة بتوجع اللعيب دايما دايما حتة اللعب توجع أكثر من الفلوس يعني حتى لو احنا متكلم مثلا لو انت عايز تقرس أي لعيب أو عايز تجيب مستوى أعاد وخليه بعد كده يتفرج على زميل أول ما هيجي يأخذ الفرصة هتلاقيه بيجري وبيديك أكثر من 100% دي نمرة ثلاثة نمرة أربعة عايز اقول لك ليه ديت مثال بالقندوس عشان هو لعيب مويز فأنا ما اجيش مرضو اقول مثلا ايه امام عشور فالجماعير كلها تبقى خلاص بقى لأ أنا مستنى امام عشور يشوت ويعمل ويعمل تاكل ويتحرك يمين ويكمل ويرجع يدافع وتيجي انت مثلا ما ييجي امام عشور يرجع ما تلاقيش منه الموضوع ده فتيجي تقول ايه فين يعمل ايه اللي انت قلت عليه ده انت قلت خط نص مرعب وهيجيب مش عارف لا هي القصة كلها راجعة بس أنا بكلمك على رضا سليم واحد من الاسماء القريبة جدا من انها هتكون في الاهل المسلم لسه قريبة لسه قريبة انها هتكون في الاهل المسلم جاء لكن رضا رضا ما تقدرش انت تحدده انا شفت له فيديوهات كتير جدا وشفت له مطشاط في كون فدرالية وشفت له مطشاط فالدوري بس هو كبروفايل اللعيب وكفانيلا حمرة انت عارف انه في لعيبة كتير جدا ممكن تحكم عليها انها كويسة لكن مع الفانيلا القصة ممكن تبقى حاجة تاني لغاية لما شوف ده انا كجمهور انا بكلم على جمهور الاهلي يعني طبعا كولر شايف وقدارت النادي الاهلي شايف وفي كتير من الخبراء ده قال خلاص ده القندوسي مش هتطلع من الملعبة التاسين دقيقة لكن لما يلعب معك هو اه اديك حاجة كويسة ما اديك حاجة اش او ما بقللش من القندوسي بس هي القصة كلها انه هو ممكن ما يعرفش يتكيف معك ممكن ما يعرفش يطلع المية في المية وبعدين بتفرق من مكان لمكان زي مثلا هو في وفاق سطيف كان يديك مية في المية ليه لان فيه مثلا هو شخصية الفرع بتقول ان انت النجم بتاع الفريق الاهل مفوش النجم الاهل بيلعب دايما منظومة متكاملة سواء من حارس المرمى من الدفاع من نص الملعب للمهاجمين والعكس وانت بتدافع هتلاقي من المهاجمين لنص الملعب للمدفئين لحارس المرمى فهي كلها منظومة متكاملة طول عمره النادي الاهلي بيلعب بشخصية وحدة لشخصية العمل الجماعي يعني احنا في وقت من الوقات الجيل الزهبي كان موجود معنا ابو تريكا بركات مع حفظ الأرقاب طبعا لكن كل ده داخل في منظومة وحدة مفيش في وقت من الوقات حسنا ان ابو تريكا ما بيدفاعش معنا عشان انا النجم مفيش في مرة بركات لا انت كان عندك فرقة كلها كنت منتخب مصر كله بشتغل كله بشتغل مجموعة وحدة وعشان كده انا بقولك خط نص الملعب السنة اللي جاية والموسم اللي جاية ان شاء الله مع وجود امام عشور هيبع عندك تنوع اكتر كمان من الاول طيب افضل مدافعين في مصر لفتوا نظر كابتن عبدالله جلال الموسم ده برا النادي الاهلي برا النادي الاهلي دي انا بسألك في الدولة الممتاز اما لما سألك في الممتاز بي هتقول لي فيش حد فيش حد معايز صراحة لان فيه تزبزب برضو مش مش هقولك تزبزب في المستوى الموسم بتبع ممكن مدافع يلعب ماتش كويس تلاقي الموسم اللي بعده عمل عمل كارثة عمل عملش مقدش كويس بس ممكن اقول مثلا يعني اذا كنت بسألك في الممتاز لا هقول لك انا ممكن مثلا احمد حكم بتاع سموحة ده انا بشوف مدافع كويس اه مدافع كويس صراحة يعني اذا كان فيه صعبة في الممتاز دولي الممتاز هنك تطلع اسمه مدافع كويس ده معانا في انه ممتاز به الدنيا اصعب واصعب السنة دي السنة دي عدد الفرق معانا كنت بشوف منافسة ضارية ما هقولك السنة دي عدد الفرق اللي كانت بتنافس على الهبوط كتير قوي ومن بداية الدور التاني لغاية اخر ماتش انا بتفرج انا كنت متابع اخر ماتش اللي هو اسوان والدخلية والمحلة والحرص في نفس التوقيت عمال بقلب هنا شوية وقلب هنا شوية لا الماتشاط فعلا لو انا مدير فني ماسك فرقة من الفرقة مش هعرف مش هقولك مش هعرف اتمالك اصابي بس مش هعرف هقولي اللعيبة ايه غير ان انا انزل قدي في الملعب وقدي اللي عليك وكون راجل في الملعب النهاردة دي فرصتك ان انت هتقعد في الدور الممتاز وقام اللي عليك ليه مش قصة ان انا مش هعرف كمدير فني اكلمه ولا اوجه ولا بتاع لان اللعيبة نفسها في التوقيت ده مش هتسمع المدير فني اسأل اي مدير فني كده كان بينفس على الهبوط في الماتشات دي هيقولك نفس الكلمتين اللي انا قلتهم هو اهي 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 هو الدور متاز كده امتيجي توصل عند مرحلة الخطر تلاقي المدير فني اسكت مم ما بتكلمش في فنيات لان انا في وقت من الاوقات برضو يعني بعض المدير فنيين اللي اتعاملت معهم في موضوع الهبوط ده كانوا بتكلم نفس الكلام كده ما بتكلمش اكفر النيات هو يدومك بيحط التشكيل يقول كلمتين كده وانزل مع انت ووري نفسك ووري نفسك الدوري بالنسبة لك كان فيه مفاجآت السنة دي مفاجآت على ان مفاجآت يعني مثلا كان فيه فرق مشا كويس الصراحة يعني ما عارش خزالتني في الاخر زي المحلة المحلة واسوان يعني وبالذات اسوان من بعد ما كابتن ايمان رمواندي مسكهم انا اتفاجأت ان المستوى حلو جدا وتوقعت ان المحلة واسوان مكملين في الدوري ولو اداء كويس وممكن يعودوا بترتيب كويس اتفاجأت بعد كده درت اني بقى الموضوع قلب ايه قصة الممتسبة وليه انت يمكن كليك تجربة مع القنافل الممتسبة بقالنا من اول الموسم بنترح تصور جديد تطوير لشكل المسابقة في الممتسبة تغيير النظام المسابقة ويبدو ان في موجة اعتراضات والدعوة الجمعية عمومية غير عادية والمطالبة بالرجوع للنظام القديم والتحاد الكرة بيقول لا وهنحاول ندعم الاندي اللي هتشارك في الممتسبة وتم الاستقرار على طريقة الصعود للبطولة او للدوري بالشكل الجديد وتحددت الاطراف اللي هتشارك ولغاية النهاردة فيه مازالت موجة المقاومة مستمرة رأيك ايه في القصة لا بالنسبة لي وده وجهة نظر الخاصة الاندي اللي هي مش هتشارك في دور المحترفين المسلم اللي جاي بتحاول تدري فشالها في الموضوع الجمعية العمومية يعني الفشل واضح طب نفند الاسباب الناس دي ليها وجهة نظر ايه اهم الاسباب اللي ممكن تخلي اندية زي دي تدعو للعودة للنظام القديم هو الناس دا هو اللي انا شايف هو بيداري فشل انا مش شايف بقى يعني لا اما هو مش هيقول ده عشان انا فاشل هو يقول ده عشان انا مثلا ما عنديش امكانات مادية تسمح دايما اي حد بيفشل في اي حاجة بيجي يعمل ايه لازم يعمل بروجان يخفف الضغط عليه يعني مفهوم لكن هل شايف انه منطقي انه يبقى في حد يعني انا كنت بقول في اول حلقة انه اي فريق بيلعب في الدرجة الرابعة النهاردة اكيد في هدف عند ادارته وعند لعبته وعند جهازه انه يوصل في يوم الايام يا سيدي كمان خمس ست سبع مواسم معرفش كل وقت حسب تخطيته رؤيته امكانياته ان يلعب في دوري كنت تلعب في دوري محترفين في ممتاز به فبالتالي ايه وجه الاعتراض ولا هو الهدف اننا بقى طول عمر ملعا اتحدك قلت كلمة حلوة فيه تخطيط تلات تربع لاندي ما بتخططش هي القصة كلها احنا الموسم خلص هنعمل ميزانية للموسم الجديد خمسة مليون عشر مليون زي ما يطلعو هيجيب مدرب وكل واحد يقول لك ايقص في عندي لجنة فنية هي اللي بتجيب المدير الفني مدير الفني يجيب لعيبة يعمل نتاج كويسة في اول الموسم تبدأ بعد الخمسة ستة مانشاط النتاجة رح عاملة كده تبدأ الادارة تلوم اللي الجهاز الفني يغير جهاز فني يجيب جهاز فني تاني طب الجهاز الفني ده عبل ما يكتشف اللعيبة اللي موجودة اللي هو اصلا الجهاز الفني مخترهاش هو مخترهاش و الجهاز الفني اللي قابله اللي تشل هو اللي جابهم يبدأ بقى يخش برضو في الصراع الثاني مع الإدارة الإدارة تبدأ تغيق مفيش تخطيط لو أنا مخطط حاجة أقول إيه لا الجهاز الفني ده مستمر معايا لغاية هنقول مثلا ليه تجارب الشركات والأندال استثمارية في السنوات الأخيرة نجحت على العكس من الأندال الجمهرية يعني ما تيجي تبص عدد الأندال تأهلت لبطولة الدولة الممتاز من الجهات الاستثمارية ومن الهيئات ومن أندية رجال الأعمال إذا سمناهم كده يعني لهاندية استثمارية بقت بتنجح وبتوصل وبتشارك في الدوري بل إنه في أندية منها الحقيقة ظهرت بشكل منافس للقوة التقليدية وشوفنا أندية جماهرية وشعبية بتتراجع بشكل كبير وشوفنا أندية إحنا كنا نسا بالعندة الأندية اللي ذهبت ولم تعود وكانت في يوم الأيام يعني أندية كبيرة جدا وجماهرية كبيرة جدا مش قادرة تحقق النجاحات دي عندية الشركات نمرة واحد منظمة بعيد عن الموارد المادية عشان الناس كلها بتتكلم في أن بيقول لك أستندية الشركات معها فلوس وتقدر تصرف لا هم منظمين عندية الشركات أنا اتعاملتنا وعندية شركات منظمين يعني نادي القناة مش هولك نادي جماهيري على قد ما هو نادي شركة بس منظم كل واحد عارف شغله كل واحد عارف السيستم اللي هيشتغل فيه فيه مدير فني محدش بتدخل في شغله فيه جهاز فني محدش بتدخل في شغله يعني تفهم من كده أن الأندية الجماهرية لكن الأندية الجماهرية كل واحد داخل في شغل التاني الأهلي والمصري وشايف المباراة ازاي وشايف الزور الأول المصري تحتقيات علي مهر ازاي توقعتك رؤيتك للمدش بتعييم الخميس هو مدش قوي الصراحة طوله عمرها مدشات الأهلي والمصري بتبقى فيه ندية كده يعني مدش كاس لازم هيبقى فيه أكتر ندية كمان لأن طبعا المصري دايما بيبقى يعني مركز قدام كله بيركز قدام الأهلي كافة عبدالله كله بيركز قدام الأهلي فترة أخيرة كله بركز قدام الأهلي لا أهيبا فين إدية طولهم رأيه متشاة الأهلي والمصر بيبقى متشاة سخنة كده أنا وفين إدية بينهم وخاصة إن ده ماتش كاس وجود علي مهر يغير من أو يزود من الدوافع عند المصري ممكن يزود شوية لأن دايما اللعيب المصري لما بيحصل تغيير جهاز فني كده بيحصل زي حالة ناشوة كده وفيه دوافع نفسية عند اللعيب المصري إنه عايز يزبط نفسه الموسم الجديد وغير إنه ماتش كاس وقدام النادي الأهلي فكل ده حطه في صلة واحدة هتلاقيه برضو ختموها مسك إن شاء الله آخر مباراة الموسم إن شاء الله بإذن الله أمام المصري البورسعيدي الأهلي أكد جدرته ويحافظ على فرصه فيه المنافسة على آخر ألقاب الموسم بطولة كاس مصر بشكراك كابتن عبدالله جلال نوارة الدنيا شكرا على وجودك معنا ومبروك مرة تانية كل الألقاب والبطولات الموسم ده موسم خصري واستثنائي كالكل أهلاوي بشكركم على المتابعة بكر حلقة جديدة السادسة تحياتي لكم